الموجز الاقتصادي من قناة الجزائر الدولية أهلا بكم في المستهل أعلن البنك المركزي في المغرب انحصار نمو الاقتصاد عند 1.3% العام الماضي مقابل 8% في 2021 المركزي المغربي وفي بيان نصدره في وقت متأخر السبت برر انهيار نسبة النمو العام للمملكة بما أسمه السياق الدولي الصعب وبالموسم الفلاحي المتسم بالجفاف الحاد أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن مشروع إنشاء مركز للغاز في تركيا ما يزال مطروحا على الطاولة بوتين وخلال مؤتمر صحفي في سان بيترسبورغ الروسية أكد أن توجه هجار لاستحداث منصة إلكترونية لتدول عقود الغاز بدل إقامة منشأة فعلية لتخزين شحنات الغاز الروسي توصلت موسكو إلى خطة لإنشاء مركز رئيس لتجارة الغاز في تركيا شهر أكتوبر الماضي مع احتمال مد خطوط إضافية بالبحر الأسود إلى تركيا بما يجعل هذا المصار مرفق تصدير الغاز الروسي الرئيس المتجه غربا وصل الدولار الأمريكي تراجعه في السوق السوداء للعملة في لبنان مسجلا مستويات تقل عن 90 ألف ليرة وانحدر الدولار في التعاملات الصباحية الأحد إلى 89 ألف ليرة للبيع و88 ألف ليرة للشراء ما يمثل أدنى مستوى له منذ مارس الماضي وذلك قبل أيام من انتهاء ولاية حاكم مصر في لبنان رياض سلمة الاثنين المقبل أعطت المفوضية الأوروبية الجمعة موافقتها على تسديد الدفعة الثالثة من الأموال المرصودة في إطار خطة الإنعاش المخصصة لإيطاليا المجمدة منذ أشهر من جانب بروكسل في انتظار توضيحات من روما ووافقت المفوضية على التغييرات التي اقترحتها حكومة جورجيا ميلوني بشأن الدفعة الرابعة التي ستصرف هذا العام ما يسمح لروما بالحصول على تمويلات تتجاوز 38 مليار دولار خلال سنة الجارية وعلقت بروكسل دفع القسط الثالث من المساعدات لإيطاليا البالغة قيمته 21 مليار دولار في انتظار توضيحات بشأن كيفية إنفاق الأموال والمسار المزمع اتباعه لتحقيق الأهداف هدد عمال الشحن والتفريغ بالساحل الغربي الكندي بشن إضراب جديد في أكثر الموانئ ازدحاما بالبلاد بعد رفض العقد المقترح زيادة أجورهم وذكرت رابطة أرباب العمال البحريين في كولومبيا البريطانية في بيان لها رفض أعضاء من الاتحاد الدولي للمخازن والمستودعات اتفاقا من شأنه أن يرفع الأجور بأكثر من 19% على مدى أربع سنوات وأضرب أكثر من 7000 من عمال الموانئ لمدة 13 يوما في وقت سابق في جوليا الجاري ما شل حركة التجارة عبر ميناء فانكوبر أكثر المراكز البحرية ازدحاما في كندا وميناء الأمير روبرت في كولومبيا البريطانية ختام الموجز الاقتصادي للمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا عبر منصاتنا الرقمية الظاهرة أسفل الشاشة بأمان الله اشتركوا في القناة